السلام عليكم ورحمة الله يلا بقى زي ما احنا متعودين نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالطريقة الابراهيمية وده برضو موضوع فائدتنا اليوم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد إن شاء الله في ميزان حسناتك الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية طيب يا جميل الفائدة دي أن عايزة تركز معايا كويس أن نفترض أن أنت محتاج مبلغ كلنا بنحتاج المادة في حياتنا اللي نشتري بيها الملتزمات بتاعتنا الحاجات اللي احنا بنحتاجها والفائدة دي بإذن الله لو طبقتها بكل حزفرها زي ما هنقلهلك كده بالضبط ثقف الله هيجي لك المبلغ اللي هتعمل عليه الفائدة بإذن الله وحده هذا ثقف ربنا مش يعني حكاية هي يعني وعن تجربة الفائدة دي أنا في حياتي أنا شخصيا أنا جربتها وفضل من الله سبحانه وتعالى بعد تطبيقها بتلت ساعات جاني المبلغ اللي حطيته في نيتي وعملت عليه الفائدة اللي بقدمها لك دي وهي مصعب سهلة جدا جدا بس خلينا أقول لك اعمل الفائدة على المبلغ اللي يجذب عقلك اللي ربنا أصلا شايفك فيه انك يعني بإمكانياتك تستحقه مش قصة هي بقى ان انا حط مبلغ ما يخشش العقل اعمل الفائدة على مبلغ بالعقل طيب اول خطواتها وراء صلاة الفجر يا جماعة لما نقول وراء صلاة الفجر يبقى الفجر ده فعلا وراء أسرار في الوقت ده تحديدا انت أصلا لما انت عارف يعني ايه تاخد من بركة اليوم كله بالذكر يعني أنا قمت استغلت الساعة دي من أول ما صلت الفجر لحد ما خلاص الشمس بدأت تطلع المهمة قعد الوقت ده كله بكرأ في القرآن وبسكر ربنا سبحانه وتعالى على نيتي في الشيء اللي قال الله سبحانه وتعالى عنده القدرة انه هو يدهوني مبلغ بقى او اي شيء آخر هو قادر على كل شيء الخطوة الاولى بعد ما صليت الفجرة اكرأ صورة الواكعة مرة واحدة بس خلصتها تمام اكرأ صورة الملك مرة واحدة بس خلصتها تمام اكرأ صورة ياسين خلصتها مرة واحدة بس زي الفل تمام جميل جميل كده خلصت ثلاث صورة بعدد كل صورة مرة واحدة امسك بقى مسبحتك بعدد التسعة وتسعين صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصيغة اللي صلينا بها في اول الفيديو ده الصيغة الابراهيمية يعني التلاث صور ومن ثم بعدد تسعة وتسعين مرة تقول الصلاة على النبي بالصيغة الابراهيمية وانتحاطت بداخلك المبلغ اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يدهونك رجاء هنا بقى في اثناء الكراءة اثناء ما انت بتكرق في الصور دي انا مش عايزك تبقى تكرق في كلام ربنا وانت مش فاهم انت بتقول ايه عشان كده دايما بنقول يا اخوة دايما لما تيجي تكرق كرآن يفضل كامل التركيز على الكراءة عشان انت لما تفهم الايات اللي بتتكلم مثلا عن الغزق الايات اللي بتتكلم عن التسبيح الايات اللي بتتكلم على اللي هالكو اللي قابلينا واللي نجي قابلينا لما تعد عليك الايات دي اذا كانت في صورة ياسين او اذا كانت في صورة الملك او اذا كانت في صورة الواقعة تبقى انت خدت وعي ينفعك في حياتك مش قصة بقى فلوس هي دي وحدها تكفي انك انت تفهم من المصدر الاصلي من ربك سبحانه وتعالى وعطيك الكرآن الكريم في تليفونك اللي بتسمعني منه ده وفي بيتك في المصحف وده اللي احنا اصلا ده اختبارنا في الارض ان احنا اتخلقنا وانت انت عشان انت اصلا من امك اكرأ انت من امة محمد صلى الله عليه وسلم انت من امة اكرأ يبقى لازم تكرأ وانما كرأتش للأسف يبقى انت مش من امة اكرأ مش مجاملة هي مش هنجامل بعض نحن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بلغو عني ولو ايا انا لا انا واحد من دون الناس بقولك اكرأ الصور دي وحط النية دي وبإذن الله برضو يجيلك اللي حطت فيه نيتك وعملت عليه الصور دي وبقولك اهو التركيز على فهم الايات ومعناها عشان ده اصلا هيديلك غزة انت كأنك بتغزي نفسك وبتغزي روحك وبتغزي عقلك بتغزي عقلك بالمعلومات ولما تغزي عقلك بالمعلومات من من مصدرها الاصلي دون ما يكون بقى بتسمع من حد وبتفهم من كلام ربنا انت حياتك هتروح في حتة تانية انت حياتك يعني هتبقى حياة جميلة مبتسم سعيد حتى لو عندك ضغوط في حياتك ما احنا كلنا كده كله عند ضغوط ما في مشكلة ولكن كون اننا يبقى عندي قوة شاح النفسي من كلام ربنا سبحانه وتعالى لمواجهة الضغوط اللي احنا بنعيشها ان كان في حياتنا شخصية بكل انسان في حياته الشخصية او ان كان حتى في العالم الخارجي انت ما انت شايف الاحداث في كل مكان واكيد بتتأثر تأثير سلبي فانا بقولك هو يا اخويا او يا اختي حط المبلغ اللي يجزب عقلك اللي يستوعبه يستوعب عقلك وطبع عليه الفائدة دي سورة ياسين سورة الملك سورة الواكعة مسبحتك هتلفها تلات مرات بالصلاة الابراهيمية اللي احنا صلينا في اول الفيديو على النبي بها دي اللي وص بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورائب اللي هيجيلك رائب النتائج ما تقعدش كده انت عملتها بني الدعاء وفهمت منها والدنيا زي الفول معك جميل جدا وعملت الصلاة الابراهيمية اللي فعلا فيها نتائج مش كلام بيتقاله وخلاص رائب بقى النتائج شوف المبلغ اللي انت حطيته ممكن يجيلك ازاي ممكن حد يكلمك ممكن حد يبعتلك ممكن تتصادف على تلفهونك ده وانت بتخدش بقى على المواقع والحاجات دي كلها ممكن تتصادف بشيء ده اسمه الدعوة استجابك وبتجيلك الفرصة هي انت بقى عليك انك انت تنتبه للفرص دي وهنا تنفع معاك الفائدة ربنا يبارك فيكم طبقها المدة تلات ايام تلات ايام او سبع ايام وبإذن الله تجذب اللي انت حطيته في نيتك وعملت عليه الفائدة الجميلة دي ربنا يبارك فيكم وما يحرمنا منكم ونحبكم في الله نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما السلام